بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن الحبليات ونتكلم على الصفات المميزة للحبليات ما هي الصفات المميزة للحبليات والتي تميزها عن اللافقريات اللافقريات زي ما عارفين معظمها ديدان ويخلو جسمها من الدعامة الداخلية يعني ما فيش دعامة داخلية هو جسمها عكس الحبليات اللي بدأ يتكون جواها جسم دعامي أو تركيب دعامي داخل إذن إم تقول إن ده كائن لافقاري وإم تقول إن ده كائن حبلي إذا كانت الصفات الموجودة دي مجموعة من الصفات نستعرضها أول واحد خالص اللي هو الحبل الزهري النتوكورد الحبل الزهري ده عبارة عن تركيب دعامي يميز الحبليات عن لافقاريات خلاص إذا كان الجسم فيه أي تركيب يدي دعامة داخلية أصبح حبليات وليس لافقاريات طيب أدى الحبل الزهري أو النتوكورد ده حبل زهري ليس مو زهري لأنه موجود عن ناحية الزهرية في الجسم وليس عن ناحية البطنية يبقى هو حبل موجود في ناحية الزهرية فهو حبل زهري طيب ما هو تركيب الحبل الزهري تركيب الحبل الزهري عبارة عن نسيج داخلي من خلايا جوفاء خلايا جوفاء أدى الخلايا موجودة موجوفة هذه الخلايا الموجوفة محاطة به نسيج ضام ليفي يبقى التركيب ده مع بعضه ده المحاط كمان بغشاء أو خلايا طلاقية الكلام ده كله مع بعضه خلايا جوفاء أو خلايا موجوفة وينسيج ضام يسموه الحبل الزهري ده تي اس قطاع عرضي في النوتوكورد تي اس ترانسفيرس سيكشن قطاع عرضي يوضح لك تركيب الحبل الزهري وده الشكل إيه الحبل الزهري الموجود في ده السؤيم في كائن السؤيم لنكلم عليه بعد كده بالتفصيل طيب الحبل الزهري ده قد يستمر وجود الحبل الزهري طول فترة حياة الحيوان يبقى ده بيسموه الفيت الفيت أو المصير ما هو مصير الحبل الزهري سؤال ما هو مصير الحبل الزهري قد يستمر وجود الحبل الزهري طول فترة حياة الحيوان أو قد يظهر فقط في الأطوار الجنينية ثم يحل محله يتحور يعني كده ويتحور إلى إيه العمود الفقري كما هي موجودة في الحبليات العليا أو الحبليات المتقدمة زي الفقريات يبقى الحبل الزهري ده حاجة من اتنين إما يبقى موجود في الأطوار الجنينية ويستمر طول فترة الحياة أو قد يتحور ويدي عمود فقري كما هو موجود فيه الفقريات إذا تكون عموده الفقري يبقى أصبحت الفقريات إذا لم يتحور إلى عمود فقري يسموه الحبليات وفي الحالة دي بسموها الحبليات الأولية أو بسموها نشوفه الوقتي البروتو كورديتس البروتو كورديتس أو البروتو كورديتس يبقى لو قال لك ما هو مصير الحبل الزهري قد يستمر وجود الحبل الزهري طول فترة الحيوان زي الحبلات الأولية أو قد يظهر فقط في الأطوار الجنينية للحيوان ثم يتطور ويتحور ويحل محله العمود الفقري عبارة عن فقرات مختلفة كده جانب بعضها بالشكل ده كده أصبح العمود الفقري بالشكل ده ده في الحبلات العليا زي الفقريات ده أول صفة من صفات الحبليات اللي هو الحبل الزهري تاني صفة من صفات الحبليات وجود حبل عصبي زهري درسل نيرف كورد ما هو الحبل العصبي؟ هي عبارة عن أنبوب عصبية موجودة في الجهة الزهرية للحبل الزهري وده عكس ما هو في الفقريات نقطة مهمة جدا أن الحبل الزهري موجود في ناحية البطنية ده فين؟ في الفقريات لكنه هو أصبح حبل عصبي موجود في ناحية الزهرية عشان كده قلنا حبل عصبي زهري ودايماً بيبقى فوق الأنبوبة أو دايماً بيبقى فوق الحبل الزهري هذا الإيه؟ الأنبوبة العصبية أنبوبة العصبية إيه؟ مجوافة لكن الحبل العصبي الموجود في اللافقريات الموجودة عن ناحية البطنية نحن قلنا ده موجودة عن ناحية البطنية بيبقى إيه؟ مسمط يبقى الحبل العصبي أو الأنبوبة العصبية موجودة في اللافقريات عن ناحية البطنية ومسمطة لكن الأنبوبة العصبية اللي هو الحبل العصبي موجود عن ناحية الزهرية موجود عن ناحية الزهرية من الجسم وحبل إيه؟ أجواف مجواف فيه القناة المركزية زي ما أخدته أكيد في الأنسجة ده الجزء اللي هو اللي بيحيد به أو الحبل الشوكي الموجود في السديات وده دايما يبقى فيه قناة مركزية يبقى ده حبل عصبي مجواف ولا مسمط مجواف ليه؟ لأنه فيه قناة المركزية علشان يبقى حبليات لازم يبقى فيه حبل عصبي موجود فيه ناحية البطنية؟ لا موجود عن ناحية الزهرية ويكون مسمط لا لازم يكون حبل إيه أجواف لأنه فيه القناة المركزية طيب ما هو منصير الحبل الزهري؟ الحبل الزهري قد يستمر طول فترة الحيوان حياة الحيوان موجود فيه يبدأ أمبوب عصبي واستمر أمبوب عصبي زي الحمليات الأولية أو قد يوجد فيه المراحل الجنينية ويتحور بعد ذلك إلى يتضخم من الأمام ويديك يبقى هو الوقت ده حبل عصبه هيبدل طول فترة الحياة حبل عصبي زهري لكنه ممكن يتحور بعد كده يتحور لإيه؟ أن يتضخم للأمام مكونة ننمخ البرين والباقي منه ما يقولش عاليه بقى حبل عصبي زهري أو درسل نيرف كورد لأنه نقول في الحالة دي الحبل الشوكي اللي هو سباينال كورد يبقى ده باختصار مصير الإيه؟ النيرف كورد أو الحبل العصبي الزهري إما يأظل فترة الحياة بدون أي تغير وده في الحمليات الأولية حمليات الأولية زي السهيم مثلا نعم فيوكسس أو البرينكستومة ده أول هو يتحور بعد كده يتضخم الأمام مكونة ننمخ وما يتبقى منه يسمى الحبل الشوكي الاسباينال كورد النقطة الثالثة اللي هي الجيوب البلعومية والفتحات الخيشومية فرينجيل باوشز أن جيل سليتس أو جيل سليتس الشقوق الخيشومية هي عبارة عن جيوب خيشومية مزدوجة في منطقة إيه؟ المريء؟ المعدة الأمعاء؟ لا في منطقة إيه؟ البلعوم خلاص حاجة سبتة لازم إذا كان فيه بلعوم يبقى فيه فتحات خيشومية تظل فترة الحياة زي الحبليات الأولية دايما فاكر نقطة دي تظل الفتحات الخيشومية موجودة في منطقة البلعوم في الحبلات الأولية زي السهم زي البيتروميزون زي الدوك فيش طيب أو طبعا الدوك فيش مش تابع الحاملات الأولية يعني بس أنا بقولك أنه هو الفتحات الخيشومية التي تظلت طول فترة الحياة طيب الجيوب الخيشومية المزدوجة في منطقة البلعوم ده جيب مثلا كده وده جيب كده بيفتح بإيه جيب ده البلعوم هنا ده البلعوم أو وكذا يفتح بيهنا إيه بفتحة خيشومية وهنا بفتحة خيشومية وهنا بفتحة خيشومية هنا بفتحة خيشومية يبقى ده جيب خيشومي بيفتح بفتحة خيشومية موجود فين في منطقة الإيه إيه البلعوم يبقى الجيوب الخيشومية المزدوجة في منطقة البلعوم تفتح للخارج بفتحات خيشومية والفتحات الخيشومية لها عدد سابت فهي مثلا 180 في السهيم فهي 7 في البيترومايزون وهي 5 في الدكفش نقولهم ثاني 180 في السهيم و 7 في البيترومايزون 5 في كلب السمك أو الدكفش ده باختصار أعداد الفتحات الخيشومية الموجودة في الكائنات لا تدرس هذه الفتحات الخيشومية إما انتبقى طول فترة الحيوان كما في السهيم وغيره طبعا نقصد غيره اللي هو البيترومايزون وقصد كمان كلب السمك وتستخدم طبعا للتنفس أكيد يدخل يمر عليها الماء يحصل فيه تبادل الغازات الموجود وده عملية التنفس أو تتحول لخيشوم خلاص الوضع يتطور شوية أصبحت تركيب خيشوم زي ما نكلم عليه بعد كده زي ما هو موجود فيه الأسماك سواء كانت الأسماك العظمية أو الأسماك العظمية أو الأسماك الغضروفية زي دوك فيش ويبقوا أربع خيشيم موجودين في سمكة البلطي بمئة وتمانين سبعة خمسة أربعة أو تظهر في الطور الجنيني ثم تنغلق وتتحول إلى رئات في الكائنات التي تتنفس الهواء الجوي زي الضفاضة يعني ده طور أبو زنيبة ده طور أبو زنيبة ده المرحلة الرقية للضفضعة أو البرمائيات وهو موجود في الماء يتنفس بواسطة الشقوق الخيشومي لأنه يتنفس الأكسوجين الذائب في الماء وبالتالي عايز ما ينفعش يتنفس بواسطة الرئات لكن لما يتتحول ده يتحول إلى ضفضعة ضفضعة وتعيش على الأرض واليابسة لكنها تتنفس الهواء الجوي لازم يبقى في الحالة دي موجود فيها الرئات يبقى الشقوق الخيشومية يعني أنها تظل شقوق الخيشومية زي ما هي زي السهيم والبيترومائيزون أو تتحول بعد كده إلى خاشيم زي ما موجود في سمكة البلطي أو أنها تنغلق وتشد خالص وتتحول إلى رئات ويبقى أصبح الرئة لأنها تنفس الهواء الموجود زي ما موجود في الضفضعة والكائنات الأخرى رقم أربعة وجود الاندوستايل أو الغدة الدرقية يوجد الاندوستايل ده في منطقة البلعوم كميزاب غدي لفلترة الطعام وتمريره للجهاز الحضمي زي ما نكلم بعد كده بالتفصيل في السهيم في عملية التغذية نفسها الاندوستايل ده يشبه الغدة الدرقية في المنشأ الجنيني حيث تنشأ في منطقة البلعوم ولها علاقة بأيد الـ اليود يبقى الاندوستايل ده خلاص احنا عرفنا أنه هو عبارة عن ميزاب موجود عن نحية البطنية للبلعوم من حيث النشأ المنشأ الجنيني فهو يشبه الغدة الدرقية من حيث الموقع فهو يشبه الغدة اللعبية فهو يشبه الغدة اللعبية وهو يشبه الغدة اللعبية من حيث المكان ويشبه الغدة الدرقية من حيث المنشأ وحتى كمان له دور بعملية قيد الـ اليود الصفة اللي بعد كده الدم وسرايان الدم Direction of blood flow اتجاه الدم في لعاية الدمورية سرايان الدم في الحبليات من الأمام للخلف في لعاية الدم والظهري من الأمام إلى الخلف النحية الظهرية يبقى هو يرجع كده من الأمام للخلف في النحية الظهرية يبقى على طول ده كائن حبلي عكس اللا فقريات هيبقى ايه؟ من الأمام اهو ده الخلف من الخلف للأمام في الناحية الظهرية من الخلف للأمام للنحية الظهرية أصبح ايه؟ لا فقريات يعني ده لو كائن كده ده نحية الظهرية لو ده منطقة الخلف للأمام لو رجع الدم كده ومن نحية البطنية في اتجاه ده يبدأ على طول ده في اللا فقريات لكن بالعكس بقى في الحبليات بيمر الدم من الأمام إلى الخلف في النحية الظهرية يعني أنت عندك مثلا في جسمك من منطقة الرأس للأرجل مثلا الأطراف هيرجع الدم من نحية الظهرية في ظهرك للأسفل ويطلع عن نحية البطنية في جسمك لأعلى لأن انت برضو من تبع الفقريات ليتبع شعبة الحبليات يبقى من الأمام للخلف من الأمام للخلف من نحية الظهرية على طول فقريات أو حبليات من الأمام للخلف عن نحية البطنية يبقى فين فيه اللا فقريات آخر نقطة اللي هي وجود منطقة الزيل اللي هي البوست اينال ريجون أو المنطقة بسموها منطقة الزيل ما هو الزيل عشان تعرف ايه هو منطقة الزيل منطقة الزيل هي المنطقة اللي توجد بعد فتحة الشرج أو الانس أي منطقة بعد الانس تقول عليها ايه تيل تقول عليها ذيل فالحبليات تتميز بوجود الذيل يبقى الفتحة الإخراجية غير طرفية فتحة الإخراجية غير طرفية لكن امتى تكون الفتحة الإخراجية طرفية في اللا فقريات يبقى الفتحة الإخراجية طرفية في اللا فقريات ولا في الفقريات في الفقريات أو الحبليات لكن تكون طرفية في اللا فقريات لكن غير طرفية في الفقريات أو الحبلية واضح طيب يبقى الديل ده منطقة قبل الفتحة الإخراجية ولا بعدية يبقى منطقة الديل توجد في الحبليات وهي منطقة بعد الفتحة الإخراجية ولذلك الفتحة الإخراجية غير طرفية لكنها طرفية في اللا فقريات ده ذيل قد يبقى طول فترة الحياة ده مصيره ما هو المصير بتاع حبل ذيل ذيل قد يبقى طول فترة الحياة الحيوان زي بعض الأسماك وبعض الكائنات الأخرى أو يظهر فقط في الأطور الجنينية ثم يختفي زي مثلا طورة بوزنيبة اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت كان موجود في ذيل ده الجسم كده كان موجود في ذيل لكن وانسي أن الدفضاعة تبدأ تتحول طور اليافع بتاعها دفضاعة بيتختفي الثيل تماما أو قبل ولادة الإنسان يبقى أما يظل فترة الحياة الحيوان في بعض الكائنات يظل الدين طبعا فائدة الدعامة والاتزان والكلام من ده ودفاع النفس أو أنه هو يختفي زي ضفضاعة والإنسان وملحوظة وهمة جدا لازم تحطها في دماغك جميع الصفات اللي احنا قلناها الوقت إما أن توجد في الحيوان البالغ أو في أحد الأطوار الجنينية فقط يعني ليس شرط أن يكونوا كل الإصفات دي موجودين في آن واحد إما أنها تكون توجد في الحيوان البالغ أو في أحد أطوار الجنينية عشان كده لو أي صفة من دول وجدت في أي مرحلة من مراحل الحياة نضم الكائن ده للحبلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته